وصل التحالف الوطني للعمل الأهلية تنفيذ المبادرة الإنسانية خير بالتأسيط بمحافظة سهاجة وتهدف المبادرة إلى تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة لغير القادرين وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوفر فيه المسلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية المبادرة الإنسانية خير بالتأسيط تعد من أبرز المبادرات التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للأسر الأكثر احتياجاً في كل محافظات الجمهورية هذه المبادرة تعمل على تركيب وصلات مياه شرب نقية لتوفر حياة كريمة لغير القادرين وتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوفر فيه المسلزمات الضرورية للحياة بساطة توصيل مياه الأهلين في كارة الصمتة داخل مستعدة في 1650 حالة بمركز الباليانة إن شاء الله سوف يتم تنفيذه خلال شهر رمضان حالياً قربنا من تهاء التنفيذه أصلاً يعني بدأنا من حوالي أسبوع إن شاء الله هيتم توصيل مياه كاملة للحالات المستحقة من تركيب عداد من تركيب وصلات من توريد داخل الشركة من المعاينات من المؤيسات من كل تفاصيل مجاناً بإذن الله النهاردة إحنا بنستكمل في البروتوكول الثالث بتاع المبادرة شغالين النهاردة في قارة الصمتة وبنحميل وبارخيل والحرجة بحري استكمالاً في مركز الباليانة لتركيب 1600 وصلة الحمد لله دعنا فرحانة أكبر فرحة الحمد لله اللي خشت المياه علينا وشافت الدنيا للناس شافت المياه الحلوة تشكر جمعية الأرمان والتحالف الوطني أنه مجوئة سألقوا فينا نهاردة على أساس أنه مركبوا لنا مياه ونستفيدوا بمياه نظيفة بكان المياه السفر مياه الترمبا نحن طبعاً مبسوطين ومرتحي وارتحنا أكثر أكثر لما جاءت المشروع المياه دعاً المياه الطبيعي دي غير الترمبا ومنذ انطلاق المبادرة في صهاجة تم تركيب 4815 وصلة من إجمالي 8000 وصلة مستهدفة في 60 قرية بمحافظة صهاجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون جنيها